كما نظم فرع وزارة الموارد البشرية والترمية الاجتماعية بمطيقة الرياض معرضاً توعوياً بأضرار المخدرات لمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات أتضمن المعرض الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام على عينات من المواد المخدرة ولماذج لأدوات الطعاطي ومجموعة من المطبوعات التوعوية عن آفة المخدرات إلى جانب عرض فيديو تعريفي عن أنواع المخدرات والعلامات الدالة على الطعاطي وأثارها السلبية على الفرد والمجتمع